أما في الظالع فقد شنت قوات الجيش هجوماً واسعاً على مواقع سيطرت عليها ميليشيات الحوثي خلال أيام الماضية غرب مدرية قاطبة شمال محافظة وفاد مصدر عسكري في الجيش ليمن شباب أن الهجوم الذي شنته قوات الجيش يهدف إلى استعادة مواقع جبل الشام والقصبة وبيت الشوكي وعزاب وغرب قاطبة وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحكمت السيطرة على جبل القصبة والمطل على قرية رمة فيما لا يزال التقدم مستمرة لسعادة جبل الشام وبيت الشوكي وعزاب وتشهد مناطق غرب مديرة قاطبة شمال الظالع مواجهة عنفة لليوم الرابع عقب وصول عناصر تابعة لميليشي الحوثيين إلى المنطقة بتنسيق مع مشائخ المنطقة إذن وللقوف على آخر التطورات الميدانية في جبهة الظالع ينضم معنا سيدة المقدم نصر الرزاقي ركن التوجيه المعنوي باللواء الرابع احتياط نروح بك سيدة المقدم معنا في خبر منتصف بداية سيدة المقدم نريد أن نعرف آخر التطورات في كثير من الجبهات في الظالع خصوصا في جبهات الشوكي وكذلك الشام كما ذكرنا في الخبر أن ما يزال التقدم مستمر لاستعادة هذه المناطق فبالتالي ما هو الجديد؟ هل تم استعادة هذه المناطق أم ماذا؟ مساء الخير لكم والمستمعون والمشاهدين الكرام مساء الخير بداية الذي يحدث في الظالع أن الميليشي دفعت كل أوراقها إلى محافظة الظالع من أجل أن تستولي على بعض المواقع لكن الحمد لله أن الجيش الوطني استطاع استعادة بعض المواقع التي كانت الميليشيا قد وصلت إليها وكل موجع القطرة أما بالنسبة لجبل الشامي هذا الجبل كان أقلا لم يكن مسيطرة عليها الجيش الوطني من قبل ولم تكن الميليشيا أيضا مسيطرة عليه فظلت الميليشيا أن هذا الجبل لا يتوجد فيه أحد فتقدمت إليه وفي الأيام القادمة أو في الساعات القادمة إن شاء الله ستستعد هذه الاتبابة التي وصلت إليها الميليشيا نعم إذن جبل القصبة تم استعداته من قبل الجيش الوطني كما تحدثت بالنسبة لجبل الشامي وبيت الشوكي يعني لم تفقده الجيش الوطني ليتم استعداته ولكن الآن المعارك متزال مستمرة هناك للتقدم حول هذه المناطق طيب سيدات المقدم فيما يتعلق بيعني أيضا هناك ربما تعاون من قبل بعض المشائخ مع الميليشيا في كثير من الجبهات ما هي هذه الإجراءات القانونية ربما أيضا العسكرية التي سوف يتخذها الجيش إذا هؤلاء المتعاونين مع الحثيين في البداية نقول كل من يريد أن يتعاون مع الميليشيا الميليشيا تغدر بكل من يتعاون معها وهذه سياستها باستمرار ننصحهم أن لا ينجروا حلط الإجراعات أو التهديدات الجيش الوطني سيحرر هذه المناطق وفيد كلها بإذن الله وفي الأخير من ينتصر إلا الجيش وتنتصر الشرعية أما بالنسبة للتعاون كل من يتعاون معروف ومقصود وهذا سيؤثر عليه مستقبلا نعم هل هناك تحدثت المقدم يعني يتم تهديد هؤلاء الناس أو المشائخ للتعاون معهم هذا أكيد إغراءات أو تهديد في نفس الوقت لكن نقول أن هناك أيضا رجال خيرون ورجال ووجاعات مجتمعية قادرة أن تقف أو أن تتمرد على الميليشيا نعم طيب دعني أختم معك سيدة المقدم بالنسبة لغرب مدرية قاطبة شمال الظالة أيضا هناك يعني الأشبكات على أشده لليوم الرابع على التوالي وكما ذكرنا أيضا في الخبر هناك تعزيزات وعناصر للميليشيا في هذه الجبهة ماذا أيضا ما هو الجديد هنا الميليشيا كما قلنا دفعت بكل أوراقها جمعت من كل الألوية ومن كل المحافظات من أجل أن تستعد بعض المواقع لكن كل من تأتي به يتحطمون على أسوار الجبهة وعلى أيدي أبقال الجيش الوطني قتلاهم في هذه اليومين الماضيين أكثر من 200 قتيل ناهيكم عن الجرحة الميليشيا ليس عندها أي حسابات للإنسان لا ترعي حبوب الإنسان لا ترعي تدمل البشري تدفع بأخصال تدفع بصغار سن من أجل أن يلاقوا حسفهم في الجرحة نعم إذن بيت قتيل من الميليشيا غير الجرحة في هذه الجبهة المختلفة في الظالع سيدة المقدم ناصر الرزاقي نقنا التوجيه المعنوي باللواء الرابع احتياط شكرا جزيلا لانضمامك معنا ترجمة نانسي قنقر